دكتور أخاموك، ما لاحظته في هذا الجهنب الجزائري ليس سامع؟ ليس سامع أبداً ويقول لك أنه واصل حياتي والكورونا هذه خرطي، لماذا هذا الإنعزال عن العالم؟ نعطيك مثال، حدثت لي شخصياً في 2013، كانت في طام الراست 800 حالة مالاريا طرحت في الجرائد لكي نحذر الناس للسفر المالي لكي يأخذوا الاحتياطات يعني نورمال مون يعني نثمنوا هذه الصراحة على ذاك الوقت تكذيب في التلفزيون العمومي ضغوطات باش نسحب باش نغير الأقوال بسحكي تخلي المجال الإشاعة تولي إن عدم الثقة، رو كان كما قال الدكتور كاين تراكمات على مدى السنين الناس إن عدم الثقة، الآن الوزارة الصحة تعلموا من الأخطاء الماضي خاصة العام الماضي في العام الماضي كان كوليرا، كارثة حقيقية، كوليرا حقيقية كوليرا قعدنا شحن منهار باش خلوا المجال الإشاعات ولا الإنسان ولا الشعب المواطن ما يأمنش للوزارة الآن الوزارة استبقت الأحداث هي اللولة على دسان السيد الوزير شخصياً قالوا هاو أول حالة كورونا دخلت للجزائر لدينا معلومات تقريباً كل يوم أو كل ثلاثة على الحالات يعني هذه خطوة إيجابية ولاحظنا باللي صح ماذا الإشاعات ولكن نقصت الحدتها من كمال عام الماضي تعال كوليرا فيما يخص المواطن للسؤال تلك المواطن الجزائري أنا نشوف باللي كاين تباين كاين اللي يراه مخلوع كاين هلع الناس رحوا الصيداليات شروا وقع الكمامات شروا يعني السرويسون إضغاء الكوليك وكاين مواطنين اللي يقول لك أنا ما يعنينيش ما يعنينيش ويقول لك ما معدناش كوليرا ولا يخرج إشاعات كوليرا دخله بالعاني كورونا يقول لك دخله بالعاني باش يكسروا الحراك ولا كورونا هذا يهضروا عليه في تليفزيون باش يخوفوا الناس هل تستفيد من الدولة سياسياً؟ ولكن أنا أقول خير الأمور أوسطها لازم ما نقول نروح الهلع ولكن هذا مرض يقدر يكون خطير كاين وفاية في إيطاليا كما قال الدكتور بلد غاني نحقنا نسبة الوفاية ستة بالمئة الصين كانت ثلاثين فاصل خمسة بالمئة إيطاليا ستة بالمئة نعطيك رقم إيران من هدروش إيران من هدروش في إيطاليا سبعة بالمئة من المرضى راهم في قاعات الإنعاج مرض هذا يقدر يكون خطير ولكن كي نشوفوه يعني كي نهضرو بصفة عامة نسبة الوفاية العامة 3.5% ماشي مرض فتاك ولكن ماشي معناها المرضى هذا راه يتفشى إلا ما هو مرض فتاك يقدر يقتل الناس بالتفشين تعه لهذا يعني نشوفنا المواطن ماشي حاكم يعني الوسطية كاين يرى هو مخلوع وكاين يرى هو مستهتر طبعا قضية هذا التعامل معه وقضية الاستهتار وقضية الثقة وتفاعل مواطن الجزائري مع مختلف البيانات الرسمية نوصل النقاش حول هذا الموضوع مع ضيف الكرام